السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في خلية القليم اليوم عنا الخطة السحرية في مديد هالمدينة ما علي سامحونا شوي تأخرنا على تكملة هالمشروع بس خلى شغال مو مشكلة لان الحين نبا في ناس قادت يعني ستقولون فترة كثرة السكان والردي عنا وقت سكان ما شاء الله يعني مش شوي الحين هني عنا مينة بس هني ما اظن نحتاجه مينة بس 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 الشاطي بخليه ما بأشل الشاطي يعني هذا الحاجز بيكون يا أصدقائي مثلا من هني لين وين هني خلنا شو طريقة هذي بعدين الحاجز راح شوي يختفي وبينشل منه اللي هو الزيادة اللي ما خلنا صغر الفرشة بس نزين شغلات زيادة اللي ما نبقى هني نحنا راح نهدف ان نحطي أشياء نحنا الفيوجين باور بلانت حلو هو يبقى تاكس أوفس التاكس أوفس مبنى الضرائب وهذا وغيره وهذا بحطيه على شارع مفرده بس بيكون مش هني هني لا منطقي من التاكس أوفس الصغير لكن لكن ممكن نكون جدام يعني إذا نكمل تصميمنا في ناس زعلانة من تصميم مربعات اللي هني وما عليه سامحونا هذا اللي مع سياكل صح ايه نزين الحين نبقى نمد بمنوع صديقنا هذا الشاطي اوكي هاي سيدا ان شاء الله يكون خلنا تشوف عارف مين ولا مربع خربان هم شي ولا مربع خربان هني راح نوصل الشارع بالطريقة هذي وبننيب الشارع اللي هني أنا آسف يا بيت وبنسوي انحناء آخر الشارع آخر شي ما بيكون مربع طبعا ما راح يكون مربع زين وراح ننيب هذا الخط سيدا لين وين هني هني بس بسمح شوي للانحناءات خلنا نشل الاندرقراوند بلدار تول او خلونا نسوي شوي لحظة بالطريقة هذي ما بسمح للانحناءات كثر ما راح هني شو اسوي طريقة هذي اوكي عفوا ماذا ما راح يكون سيدا ابدا خلنا اخذ الستريت تول تول السيدا طريقة هذي ذكره طيب هذا من هني كحلقة وصل نسوي تصميم اخير لمنوع للمكان بالطريقة هاي هذي المكان مو مشكلة شوي بيكون بروحة منفصل لين هني والله فكرة هني احطي التاكسوف صراحة بالطريقة هذي الحين باقي شوارع ممكن تكون سيدا خلنا نشوف التاكسوفس خلنا نكتب هني تاكسوفس اللي هو هذا والله مشروع يكون هني صراحة بس ابا مقابل شوي البحر بس اذا ممكن خلنا دي كنترول عارفوين نقدر نبني بشكل عدل نقدر نحطي هني تاكسوفس نفسه اوكي مش غلق والتاكسوفس راح يكون عبارة عن اي صح كان في زون عندنا معدلنا صح اي شوفوا هذا كان برع الخريطة قبل لان اشتري تذكرون خلنا ندخل الزون وخلنا نوصل الوصلات الماء للمكان هذا لان هذا كان برع الخريطة في الاساس يعني فالحين دخلناها ضمن الخريطة ونبا نعبي المكان شوي اهني في مواصلات في عندنا اشياء حلوة وفي المدينة يعني كبيرة ساحلية او شاطئية دونها اللي تابونها سموه ما عندكم مشكلة الحين نبا نحطي بس ماء والخدمات التحتية حين ما عنده كهرباء كهرباء الحين بترسط المالي الحديقة نفسه ما راح نسوي يعني وايد قربعة على المكان لانه كما تقولون ماء الضرائب بنحطي هذا الشير وبحطي نفس ماء الاتقاطعات عرفته اه الحصة نبا هذا الحصة هني طريقة هذي ونبا واحد طويل هني طريقة هاتي بس يبال شوي الجسمن تظني ونبا وايد الجسمن شوي لا النيبة هني لا النيبة هني شوي شوي طريقة هذي طريقة هذي ودن خلاص كان الله غفره رحيمة انزيل بخصوص الكهرباء الحين هتكتف الصار بروحة باركناتة في فيما ضفت اي باركنات حقه صار عندنا مكتب وفس حق منه حق النيكست ميل ستون ولا شي ثاني اللي بيفتح الباور الشي ثاني يبا ابزيرفري ابزيرفري الحين شوفوا الحين الاشياء لازم نحطيها على حسب مصفات معينة ابزيرفري اذا بحطيه مكان بحطيه هني ليش نحطيه هني ابزيرفري مفروض هني يا الله مكان مثالي حق الابزيرفري ليش عند المطار مكان مرتفع الناس التي تطالع نجوم هلا نشوف شكله لا مضبوط ولا اظنى 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 توفقت في الاختيار تصدقل مكان جيد ناس قاعدة هني داخل يطالع من فوق القمر وعندهم مدن هني ودينية أس اشي فاخر من الاخر انزيل الحين شوي شوي بتبعهم بس الاشياء اللي مش وايد ما نقدر نحطيها الحين مثلا فاونتن لايف اندث نكتب نكتب لايف اندث فونتن هذي حديقة حديقة ممكن نحطيها وسط الحدائق اللي هني حيث كان عندنا فراغات لا زال ممكن استعمالها مكان نفس والله هني مش غلط ابدا فوت تركب اه ما مشكلة ما قاعد تركب هني يبو شارع عود نقدر نحطي فونتن افلايف اندثت هني والنيب المناطق اللي هني هاي مناطق سكنية كلها لا يلا جنب لا ونعطي واحد ربع سكني سفري هني سوي تجاري تجاري سكني تجاري سكني بسوي هني تجاري سكني انزيل بالطريقة هاي انزيل نحن الحين قاعد نحطي على اساس ومنها زينة ومنها الناس تتطور ومنها مدينتنا المفضلة هاي والفيجن باورو بلانت راح يسوينا وايد اشياء بس بس ما بقى مصخة في الاشياء اللي راح تستوي مثلا هني بس ساينس سنتر ساينس سنتر ساينس سنتر ساينس سنتر ساينس سنتر له هذا صح مركز العلوم هذا مكانه عند الجامعة هون جامعة هني بس جامعة فل عندنا هني ملعب عندنا هني اشياء نقدر نندف ساينس سنتر هني في الخدمات بس هذا مبنى بيكون حلو هني شوفوا على ينبه هني جنبه فاركنات اوكي بني بشارع من هني بعد كله اربع شوارع نفس النظام اوكي اا الشاطي عنده بنسوي ممشى على الشاطي طريقة هذي لين اني هني ونسوي لنا شو اا ناحية ملتفة من هني هذي ممشى الشاطي راح يكون هني خلنا مشي نزين المكان في نفس الوقت نحاول نفتح لانه بيكون مشروع ناجح ترى هذا وشوفوا كيف يلا بسم الله توكلنا الله هذا حطينا معناه نقدر نحطه هني الفيوجن تور بلانت بلازقه الطريقة هذي هني اوكي هذي يبال شوي ترتيبات يعني هذا بنحطي فيه شوي شير شير اللي هو ثيم المدينة لانه ثيم المدينة غير عنا شغلات اللي نرسم ورسل اهداف مختلفة بنحطي كم مشيره هني بنحطي كم مشيره هني وبنحطي جنبه ربما مدخل صغير عفوا شارعين هذي شوي هذي هذي بيرفكت حق المدين تيم اللي قاعدن مشي فيه يدخلون الباركن من هني يطلعون باركن من آآ بص المكان بس الراديو كيوبايد بس بطريقة هاي اوكي ممتاز بس ابا اعطي الاولوية حق هذي الشارع شوفون نعطي اولوية واني هني دخول بس خلاص براية نزيل هذا هني بيركب فيه باركنك نزيل خلا نحطي باركنك ما نقدر نسوي بعد شي خيص مثلا نبنسوي شي شوي مرتب يعني باركن مع عدي خحيد هذا بس استعملنا ويد خلا نحطي باركن يعني مكان بضايف اكثر من انه مكان ترفيهي اشوف طريقة يا هذي البركن اللي حطينا اخر مرة ثم نزيل فبنحطي حول هذا المكان بصدقاء الشير وشير اهني 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 بالطريقة هذي الحين اهني لا لازم نحطي نوع من انواع الممرات ترى يعني اذا نيب ممر من اهني هذا الباركن لين اهني عساس فيه اماكن ثاني الناس بحاول تستعمل باركن بس اذا ما عندها نقطة وصول للباركن ما راح تستعمل باركن عرفته هذي هذي معظلة ثاني فنحن الهدف الحين انوصل الناس للباركن نفس الوقت يكونوا مستنسين نشوف طريقة هذي لنقطة هاي نسحبها لين هني نقطة هاي نسحبها لين شيره تختفي نقطة هاي كذلك نسحبها لين آه هذي ما راح تختفي ها ما راح تتوصل نزيل اذا السالفة بالطريقة هاي هذا معنى خلى ممر كامل لين هني بالطريقة هذي هذا بعد ممكن نخليه ممر عسر بشيكون شوي متوازي الشكل بنشل طبعا كله لازم مو بالتول تي ما بيستوي عدل نزيل بنشله بالطريقة هذي كله حق باركنه شوفوا بس لانه بدأنا نشتغل شوي سين سنتر وهذا نبا نسوي ديزاين حقا نزيل الحين هذا بشكل اساسي السين سنتر وليه نحن ممكن نحطي فيه بس اللي احطي صفته باقي الشير شوفوا الشير الحين هذا ثيم في حد انا قريت كذا مرة يعني ان ان تبون تغير نوع الشير بس ترى الشير هذا هو ثيم المدينة ثيم المدينة ما بقى غيره بطريقة بسيطة جدا نزيل الحين نروح طبعا مدينة هنا نحن نحطي يا ماير شي سهل بس نحطي الشغلات اللي تفتح هذا مش سهل الصراحة الحين نبقى شي اسمه مودرن آرت ميوزيوم اللي هو على الغرب راح يكون هذا وعنده باركن جاهز وممشى جاهز بنخفي الشير مو مشكلة نحطي بالطريقة هذي والله قام بيشتيه مكان طيب ما شاء الله يعني كشكل حلو مش غرط عبدا جيد جيد صراحة جيد نزيل هذا بعد بيكون لها احسك شنا بروحة صبر خلنا نشوف طريقة هذي طريقة هذي بروحة بس بالعكس الناس تدخل من هني لين هني واسفة نحن ادخلوا هني لين اهني ايوه و باركينج ولا بدون باركينج خلنا اشوف المبنى في باركنات طيبة يعني صراحة اظن يكلهم يعتبرون سياحيين حتى مش شي ثاني يستمر خلنا شي هكذا اعتبر مكان سياحي حلو بيستاهل اخلي شكله جميل بمشي بتشوف دام المباني صغيرة قرار من بعض هذا اللي انا مدني اللي هو خلا نشوف يكون هذا الحين هذا عبارة عن حديقة صغيرون ومصغرة فهذا ممكن نحشي في الوسط بس موبا بحطي وين هنا هذا المكان حلو هذا ممكن نتصدقون لهذا ممكن نغير مكانه واقعا الى هنا في الوسط والناس المشي من وراء وجدام يعني اذا اني بارع اللي عندنا هنا نحاول نسوي نوع من انواع التصاميم ممكن يكون ثابت ويعطينا رذم او فكل معين لمنو دا المدينة يعني نحن 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 ماشينا على شبه شكل معين هيا تشوف هذا نكسر تلاتة نكسر مرة ثانية تلعوزنا اوكي نزيل هذا بيكون بالطريقة هذه بلازا اوف دا دا د ما انا بباركنجز و المباني فيها باركنات متوفرة خاصة نقع نحطي نوعا ما كمية مباني عند بعضه مش يعني مباني بسيطة هذا ممكن اخلي على ما هو عليه حاليا او ممكن حطي شير بعد مش غلط صراحة اني بشير هذا يسوي لنا شوي جو على قولة ما عرفته يلا 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 وهذا بلازا اوف دا دد في الوسط عندما بعد اظن يعتبر شوفوا كل حق في زترز وزترز وزترز ها بيزيد احتياج السكاني عندنا بعد شوي صبر انا احنا ماشيين بس على الفيوجن باور بلانت نقدر نحطي الفيوجن باور بلانت بس فيوجن باور بلانت ما نقدر نحطي بطريقة هاي التراحة حاليا سبيس الوفيتر ممكن نبدأ نفتحه بالاكسبو سنتر لاني محتاج مبنى زيادة هني ما احس ان اكتمل المكان لاني احطي مبنى الاخير انا نحطي اكسبو اكسبو سنتر يا اخي والله المباني قعا يركبن ما شاء الله برفكت وهني راح اكتفي على اغلب بالشجر عساسيو يلا يلا بسم الله الطريقة هذي حاليا ممكن نحطي فيها من ثيم القرية شوي نحطي فيها واحدة من هاي اللي نحطي تحت هاي الضخمة ويد بس ممكن ان شاء الله ما تكسر شي ونسوي رصة شوي في المكان هني ابا خلا سنبنك تقول ليش مش اراكب هات البيض هاي والتعبية لازم تودرها عنها نحطي بالطريقة هذي هذي مباني ضعيفة شوي الردم قام بفترب ترك ما انتبهتو بس بس مش مش الخضية اللي راح تأرق الخضية العالمية نسوي نفس الشي هني لين هني ونوصل ها هني ونبدأ نوصل شوارع بس مش كلها واحد وترك ولا خلا نوصل هم كلهم هذا ما بوصل بتركه هذا بنحطي هني وهني نقدر نوصل في الوسط الشارع طريقة هذي وهني نقدر نوصل هني شارع هني منطقة سكنية بحتترة يعني مش الشي الكبير نزيل على الحين الاشياء اللي توصل الشرطة توصل كل مكان هني لا مطافي ما توصل فصار عنا مسره هني المسره هذا راح ندخل عليه الشارع وسيكل نزيل من من الوسط هني وراح نطلع من اربع جهات لان هذا الشارع الطواري الشارع الطواري لازم يوصل لكل مكان المبنى الأول الشرطة رقم واحد المبنى الثاني المطافي رقم الثانين المبنى الثالث اللي هو أكبرها ممكن حتى نكسر عشان اللي في الوسط اللي هو إذا ما استوى أيوة نقدر ننيب هذا نكسره ونحطي المستشفى هذا شوي مو مشكلة لعبة بتسامحنا فيه استوى عندنا هني صفة الخدمات الوسطية صفة الخدمات الوسطية نفس الشي ما يبون باركنات ما يبون شي هاي دوائر حكومية أو خدمات عامة للمكان راح نحطي حولهم نحافظ على الثيم اللي قبلهم عسى بيبين للسياح على نظام واحد نزين الحين هذيل يا أصدقائي صاروا أمتاد المدينة بالخدمات فالحين لو أنا إيه هنا في الوسط بحطي في الأماكن الكبيرة تجاري 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 بحطي هني بعض تجاريات كل شي تجاري وهني الكبير تجاري اوكي بالطريقة هذي والباقي راح أخليه هنشو هنيات عما نتغلي فوق لحما وصلنا لها صبر نزين بالطريقة هي توفر عنا عدد كان ضخم تراي فكرا أكثر ما تخيلون بطريقة هذي نحطي وزع العراضي الحين صار عنا اللي هو الفيس فرونت أو واجهة الأراضي اللي هني موجودة خلني شرب ما يول يا جماعة طبعا هالمدينة بعدها يبالها الشغل شوي ترتيب جهة اليمنى وترتيب المواصلات البحرية بس ما بأسوي حالي مواصلات بحرية الفيوجن الكهرباء الكهرباء يعني شوفوا نحن كم نستهلك الحين أنا بخبركم نحن حاليا نستهلك 1400 ميجا واط وعندنا 2400 و200 ميجا واط الفيوجن باور بلانت بينتج لنا كم 16000 يعني لو أبني أضعف أضعف يا ويله ويله ميزين ها معنا راح يخليني أستغني عن الطاقة النووية ميزين نحط الطاقة النووية مع الوقت تستغنون عنها هذي وردي جاهزة كعمالة صح أبا أحطي هني على السطح فيوجن باور بلانت ميزين بس أول شيء سوي الفيوجن باور بلانت مكان شوي سبيشال وارتفع صبر خلا نكسر هاي لنهار راح يلعب في عصابين النبا أول شيء نكسر هذا التحت نسوي مكان مسطح وشوية مدرع بيكون يعني ميزين هذا المكان يا أصدقائي هذا المكان راح يكون مختلف شوي أن باقينا ممكن يعني خلنا مجي نبا له شارع الشارع اللي راح يطلع له راح يكون دايركت من الدوار لا بنحطلع له شارع من هنا من عند منطقة هاي ونقدر نشبك الشارع في الشوارع ثاني الشارع بيكون هايوي أربع الشوارع ضخم نحطي لنا شارع بالطريقة هاي بنعطي التول اللي يميل بنسوي الفيوجن باور بلانت فوق يعني الحين في ناس تقول خليل كيف راح توصل الشارع اهني مربط الفرس هنا هنا راح نهتم اهتمام شديد بتوصيل شارع صبر طريقة هاي في حد بيقول لي شارع مش سيدة بخي ما في شارع جبلي سيدة بس ما في مش بالطريقة هاي بعدها يمسخ مزين بنحاول نعدلكم هالماكن شوي لان في عرفي ناس بتعصب شارع مبسيدة زين شارع في يبل انتوا صرتوا صرارة قبل ولا مبسيدة شارع مش سيدة أصلا شارع طالع لفوق بن بني من تحت بالطريقة هذي بني من تحت بالطريقة هذي لين ندخل المنطقة نفسها المنطقة نفسها فضل صغرها صراحة بس اول شي راح انحطي طبعا الشوارع اللي هني لازم يكونوا احلى شوارع موجود بنحطي الشوارع الكبيرة بجاهين بيها شير ليش يعني عند اغلى شي في العالم فمش من المنطقة نحطي لا رخص شي في العالم صح بنحطي هني في يوجين باور بلانت زين وابا احطي ورا الفيوجين باور بلانت اه اصلا شبك في الكهرباء اللي في المدينة ما شبك ما علموا مشكلة زين في ماي عنده اه ما عنده ما يخلى نوصل ماي للمنطقة كي بالطريقة هذي ان شاء الله ما يرتفع السهلاك الماي وايد فيكت والله كم يستهلك ماي مزين هذا المكان لازم نسويه شوي شو اه اسبيشال اسبيشال من اي ناحية كخدمات كهذا كسكنات كهالامور الشي شوي اسبيشال يكون يعني اول شي الشارع هني راح يكون بالطريقة هاي ممدود لين اهني بنني بالشارع هذا يا اصدقائي بنمدة بالطريقة هاي صبر بالطريقة هاي لين داخل المنطقة يا ينبرع منزين شو المعاملة الخاصة اللي حقه ولا شو بنسوي انا بخبرك اول شي المكان ويكون بالطريقة بخمة جدا عنده باركناتة هو ولا ما عنده عنده باركنات حلو هذا عنده كمية باركنات فشو بنسوي بنحطي وارع حوله تماما شوي بنحرك اعساس يكون اه في الوسط شو نمدة الرصيف مالك يا سلام عليك انا خلي هالمسافة هاي ننزيل صوب الثاني شوي بنمدة عفوا نمو بالطول كلك ونمدة لها الصوب انسان ترى بالضبط خدر الامكان في الوسط نزيل الشوي اللي هني تحت هذا لازم اني بفرشا صغيرة فرشا ويطلع عندنا هو في الوسط شو شكله بروحه لكن ما راح يكون بروحه ليش اول شي دخلة المكان لازم تكون دخلة مرعبة اول شي جهاز الاستخبارات بنحطي عنده انتم شوفوا عن شو تتكلمون تتكلمون عن اقوى ولا اجمد منشئة طاقة موجودة حاليا في العالم بس مكان الاستخبارات غلط خلا نحط الاستخبار ايوه ركب بالضبط خلا بس نمد الشوارع ستتأكد من المباني اللي قاعدين نبنيها هذه الحين قلنا ما يعادل مكتب انتليجنس يعني استخبارات وها شي طبيعي لان هذا مبنى جبار صحيح على ين بهني على ين بهني بنحطي بعدنا خدمات شرطة اول شي بنحطي سجن جنب السجن بنحطي هلكبترات هذا كله مختص منه بس لخدمة عيون هذا المبنى ما يخدمون شي فال المدينة هم الا هذا المبنى اوكي بنسوي بالطريقة هاي بس عشان نوازن الشارع ما يكون شكله شوي عبيط بالطريقة هذي طبعا شوارع راح اكسرهم وراح اضك الشارع عليهم على حسب كيف ننتهي نزين الشي الثالث مستشفى لازم مستشفى عالمي زين يعني الهيئات اللي هني لتجمعونها اكثر من مدن كلها زين ونسوي عند غير المستشفى العالمي ولا مش مستشفى تعرفوا شو نحطي مختبرات طبية شوفوا عندنا مختبرات طبية وعندنا ما لا 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 الاخرة وعندنا هذا ممكن نحطي نحن المختبر الطبي او هذا او هذا بس والله هذا هذا وعند امرجنسي سيرفوس ثاني هني الباقي بيكون شير وفواصل بخبركم احنا شوي شوي شو بسوي وراه هني اللي هو المباني اللي راح يسكنون فيها صح اللي يسكنون فيها هني ما بيكون الناس عاديين ترى اللي بتكون افخم مباني في العالم اللي عفوا اني هسا دور التول هذا وانا مش هحط لنا نحطي بالطريقة هذي وهذا انسكرة بالطريقة شو هذي انزين الحين هني لبرع ما راح نبني اي شوارع زيادة لانا مامنا فايدة هني نقدر نحطي عمير اوكي عمارة عمارتين ثلاث اربع هذا سكن الناس اللي تشتغل هني سواء رجال امن سواء غيره سواء مهم يعني تعرفون الناس اللي تسكن هني منزين عندهم عندهم بنحط شير هذا المبنى اللي وفرنا الطاقة يعني خرافية للمدن ترى راح ما وصلنا في المدن هذا اللي بي خلينا نهدم النووي النووي طبعا اهدمه او اخليه مهجور بهدمه بهدمه النووي وخلاص سوفوا كمية الخدمات اللي هني خرافية وطبعا بما انه مصنع طاقة لازم يكون عندنا صديقنا هذا طديقنا الهليكوبتر هني يموت طبعا بنفس الطريقة راح يسكر الشارع خلاص بالطريقة عفوا شارع سيدة بالطريقة هذي وباقي الزواية خلاص ما نباهن خلاص بالطريقة هذي هاي صار عندنا مكان عالمي حق ال الفيوجين اللي باقي نوصله في وين شوفوا هني والله فرق الزين اللي بنسويه هني نحن اول شي لازم موصل الكهرباء في باقي المدن طبعا هذي موصلة في العالم كلها الزين هذي عسان وقف بخليها موجودة فدك عليها اوف خلو والثنتين اللي هني انا ما باقرب الدزاين اللي هني بس بم بالندن بخليهم مصانع مهجورة طبعا الكهرباء اللي موجودة خلال المدن ترى جبارة الف وستمية وميتين واثنين وخمسين اتصور انا هديت شي احد من الباني موجود لكن هيا عندي اظني مالسولر وهلا سولف لكن هذا راح يغطي لنا احتياجات ضخمة جدا خلي نحطي ما بحطي شي لا ما بحطي شي الحين بني هني بني نبقى الجدار الحاجز الجدار الحاجز لازم يكون جدار ولا شي اسوء الجدار زين بنحطي ادار بطريقة هذي زين بالطريقة هذي جدار والله هي فكرة اذا كنت اقدر احطي مكان هلكبتر ولا شي هكما كيفو الناس ما تقدر تدخل اللامن قام واحد وبالتالي المكان محمي بعد بجدار وجنب الجدار هذا عساس الناس الفضولية اللي بدتي يعني هنا نحتاج الاشيار الشجار الكبيرة جدا لانه منطقية جدا يكون هنا اشجار ضخمة لما كان السرية وهذا اشجار ضخمة عاجز السجاري دايما ضخم يكون عندهم من هنا من الكلف اظنني ما بحطي شجار لانه اول شي ما في مجال ثاني شي ما يحتاج بس على المداخل نزيل بالطريقة هذي ونحاوط المكان اشجار بالطريقة طبعا تكلفة المكان عالية ترى ولكن بالموافق بالمقابل هذا يعني كم يسكننا عشر تراف نحنا كم كان يكلفنا النووي الواحد نووي الواحد كان يكلفنا عشر تراف يعني اصرا هذا نزل علينا ابكيب مش طبيعي نحن نعطني شوي خدمات بالمقابل لكن هذا عند الصناعة البترولية واصرا مؤمنة بعدين لا تنسوا ان احنا شوي امننا المناطق اللي تحت اصرا زيادة بس بعيد اصرا بس ما اهمني وايد لان تحت مش مفروض يكون في وايد جرائي مهلم ورهني اصرا بس شوفوا البيوت اظنني تدرجين رح تمبني ما عندنا مشاكل خلاص الشي اللي بييه بناس زيادة اذا نحن حطينا هني شو اشياء سياحية يدي اذا تشوفوا ان الناس قعد تبني اهني كنت افكر امسح هايل بعدين وابدأ اشتغل على هذا ليش؟ لان الاسبيس البيتر يجد بوايد سياح حلو نحط اشياء بسيطة مثلا status of wealth اللي هو هذا يعني هذا شي بسيط ممكن تركبونا وايد اماكن نزيل في المدينة عندكم بس الحين ما بقى اركبها لانه احتاج احطي اشياء حلوة ما بقى احطي عشوائيا صراحة نزيل بس العرض والطلب على الناس يزيد نحن يعني الحين قربنا الامية الف شو ساكن عندنا او بس الاحتياج الطاقة وهي الامور عندنا وايد نزل يعني بس احتياج الناس يزيد ترى هني في مرسى سفن في ناس بتي بتركب لين وين لين هالمدينة هاي حق خدمات و اهل امور وفي ثلاثة والشرطة والله قاعد يتغلون اوكي مش غلط صراحة هاي لنا كوستة هني متى 1600 1600 بس هاي اللي كلهم يمكن ميون اثنين نووي ويستاهل الصراحة ثلاثة الاف ما شاء الله نزيل كان في خطة اسوي نفخ سري من هني اه يمكن اسوي نفخ سري يودينا للمدينة ويطلعنا مكان هني وما يكون جسر اطول نفق مائي في العالم يعني بس بشكل عام المدينة قاعد تكبر ما شاء الله يعني المدخول يكبر بخلي اللعبة شوي شغالة بس حساس دخلنا شوي فلوس رحت في العادة خليها بصاعة شغالة نشوفكم فيديو قادم ان شاء الله على خير وهاي كانت مواضيع الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى